كل يوم المزارع حياته مهددة في هذه المناطق اللي بيجي عليها قطعان المستوطنين محميين بجيش الاحتلال بيقوموا بطردهم من أرضهم بيقوموا بمضايقتهم بيقوموا بإلقاء قنابل الصوت والغاز عليهم كثير من الناس اللي بيجوا هنا كبار السن لأنه لو إجوا شباب يعني في الحقيقة على أغلب يعني مش رايحين يطلعوا سالمين من هاي المناطق اللي بيستولي عليها أولئي المستوطنون من بارح الصحيح اتفاجأنا في هاي البؤرة مجموعة من المستوطنين كتعان المستوطنين المغتصبين جاءوا بمجموعة من الخيام ومعهم مجموعة من الأغنام هم وأزواجهم وأبناؤهم وقاموا بنصب هذه الخيام في طريق المزارعين في من هؤلاء يعني لا تحت شوي في أراضي معمورة يعني يكون المزارعون من أبناء بلدة سنجل بإعمارها وبالتالي هم قطعوا عليهم الطريق وقاموا بنصب هذه الخيام في طريقهم والجيش مثل ما حكيت لك الجيش بيجي يساندهم ويدافع عنهم ويكون بطرد المزارعين من هذه الأراضي طبعا الاحتلال بمنع التواجد الفلاحين المزارعين المواطنين في هذه المنطقة بمنع المزارع من أن يزرع أرضها حتى أن ما يتمكن ويثبت هذه الأرض بمنع الأصحاب الماشية من التواجد في هذه المنطقة حتى أن يستملك هذه الأرض مثل ما أنتشافها في الكاميرا الاحتلال والمستوطنين قوم بزراعة أزاق كبيرة من أراضي بلدة سنجل بالعنب وهذه البلدة مشهورة وطرابها صالح لهذه الزراعة وأيضا اليوم مثل ما نشوف في مجموعة من المستوطنين اللي بملكوا كطعان الماشية موجودين على هذه الأرض للاستنفاع منها والمواطن الفلسطيني السنجلاوي ممنوع من التواجد في هذه المنطقة نحن اليوم إن شاء الله رح نطلق سلسلة من الفعاليات في هذه المنطقة بالذات هذه المنطقة المستهدفة وخاصة أنها تقع بين مجموعة من البؤر والمستوطنات على أعراض البلدة حتى إن شاء الله زوال هذه البؤرة الاستطانية